معانا من الأسئلة اللي جات على صفحتنا زوجة بتقول في زوج يقول إنه هيوزع كل فلوسه للجمعيات الخيرية عشان ده اللي حينفعه في آخرته ومش هيترك أي شيء لأولاده وزوجته لإنه مش هيتحاسب عليهم فرجاء توجهي له كلمة إزاي مش هيتحاسب عليهم إنسان سيسأل على كل يعني من هو قائم على رعايته والحفاظ عليه والسؤال ده بس في الأول أنا دايما نحب إن إحنا نرتب أفكارنا عند الإجابة في السؤال لابد فيه عند الإجابة أن نؤكد على عدة معاني صحيح إنه الإنسان مدام أهل للتكليف والتصرف هو طبعا أحق بماله من الناس كلها زي ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي يعني ملوش داعي ولا ينبغي لإنسان إنه يتسلط على غيره وإنه يأثر على إرادته في التصرف صحيح هذا حق لكن التصرف أي تصرف الإنسان كمان فيه نقطة تانية قبل ما نجيب إبقى أول حاجة الإنسان حر فيما يملك وكمان لما الإنسان يجي يعمل أي شيء اللي هو التصرف حال الحياة بيجي يعمل يدي حاجة لحد يتبرع بحاجة لمؤسسة أو يدي حد لأولاد وشيء دا مش من باب الميراس ولا من باب الوصية دا من باب الهبة غير المشروطة والعطية وما فيش حد يعرف يعني مين حيموت قبل مين فعشان قاعد أنا أنمق برتب حاجات هي مش في إيدي أصلا صحيح دا حق يقول لإنسان أن إحنا نبقى عارفين أنه حر فيما يملك وأنه هناك فارق بين العطية وبين الميراس وبين الوصية مهم نعرف دا لكن ينبغي للإنسان أنه يحرص عشان بيقول أنا مش هتحاسب عليهم لا لابد وينبغي على الإنسان المؤمن أن يحرص على ما يصلح أهله والزرية بتاعته من بعد مش يشفهم كده بعد كده يروحوا يشحتوا من الناس ما يلقوش لق ما يأكلوها ولا هد ما يلبسوها ولا حياة كريمة يكونوا فيها وإنت مأمور بكده لأنه صنع الإنسان ورعاية الإنسان وتفكير الإنسان قدر الطاقة في حدود ما يملك في الأهل والزرية بعد الممات دا استجابة للتوجيه النبوي الكريم اللي وجه إليه سيدنا سعد ابن أبي وقص رضي الله عنه لأنه ورد في صحيح البخاري عن سيدنا سعد ابن أبي وقص أنه قال بيحكي بيقول جاء أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني جاي يزورني وأنا كنت تعبان فهو بيقول كان يعودني من وجعي نشتد به وزمن حجة الودع فهو بيقول للنبي عيسى والسلام فلغ بي ما ترى يا رسول الله وأنا ذو مال ولا يرسوني إلا ابن لي فقال له أنا تعبان ويعني خايف أنه هو يعني ينتقل وأنا عندي مال وما عنديش غير بنت وحدة أفأتصدق بثلثي مالي أطلع تلتين ما أملك فالنبي قال له لا طب قلت يا رسول الله بالشط أطلع نصه قال له لا قلت الثلث أطلع تلت مالي قال له الثلث كثير وأن تدع أن تدع سوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في مرأتك الزوج اللي بيطعم زوجته بيكسوها ما يخليهاش محتاجة لحاجة ومش محتاجة لحد عليها أجر وثواب للإنسان فمن آخرتك ومن الحفاظ على آخرتك أنتر على الأهل والزرية وإنك تفكر بعد ومش بعد ما تنتقدم تطلع كل ما تملك وبعدين أنت النهد حتطلع كل ما تملك افرد عيد بكرة تعمل إيه مين هيصرف عليك ليس هذا بعقل خذ من غناك لفقرك وهذا توجيه أيضا نبوي كريم ومين حيموت قبل مين دي مش بإيد الإنسان أبدا فالإنسان يعقل وفي هذه الواقعة تكاد تكون هي حالة السؤال المسؤول عنها اللي احنا بنتسئل فيها وده اللي احنا برضو بننصح به الزوج الكريم ونؤكد عليه زي ما ننصح الجميع وأنفسنا قبل الجميع بالمعاملة بالحسن والمعروف ده شيء مهم جدا برضو إذا وجد الأهل إن فيه شيء بيؤثر على هذا الإنسان مما يعني يجعله قد يضيع ماله أو ملكه فالأولى في الحالة دي لو لقينا أن فيه وضع يعني يعتبر صعب أو أنتوا حسين أنه يؤدي إلى الهلاكه أو تضيع ما يملك فالأولى إحنا في الحالة دي نشوف حد متخصص تخصصات الدقيقة من أهل الطب ولا بأس أن إحنا نرجعه ولا بأس برضو بمراجعة قانوني ثقة أمين في مثل هذه الأحوال وغيرها وكل ذلك يكون بالحق لا بالباطل يا صاحبة السؤال شكرا